السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي اليوم جبت لكم واحدة حلوة خفيفة بزب زب زب لا تتخدم غير بالميزينة و شوية مكونات ماشي بزب اللي حبت الوصفة او اللي سمعت بهذه الحلوة تابع الفيديو للاخير سوف نعطي لكم بزب ملاحظات على هذه الحلوة بحث النجحو فيها اذا نبدأ و لا بركتي الله بسم الله مقادير بسيطة موجودة في كل بيت حوالي خمس ملاعق تفارينة 250 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ لدي كاس سكر ارتب لفعني زوج حبت و ميزينة على حسب الحاجة نبدأ بسم الله الزبدة نبدأ بها انا استعمل لابال و انتم ما استعملوا الزبدة اللي حبيته انا نفضل لابال في الحلويات دائما تكون بدرجة حرارة الغرفة لا تكون باردة نزيدوا معها سكر ارتب كاس سكر ارتب و لافعني كمية كبيرة مثلا 200-500 غرام زبدة نضيف زوج كاس سكر نستعمل الباطئ نخدم مليح زبدة والسكر حتى ترجع كريمة لا تستعمل يديها بصح تحاول كيف تخدم الزبدة مليح مع السكر حتى ترجع كريمة الآن نستعمل يديها الزبدة حتى ترجع كريمة كما رأيكم نستعمل يديها نضيف خمس ملاعق كبار نبدأ بخمس ملاعق و اذا خصيت من بعد نزيد لنا ملاحظة سنستعمل الفارينة مع الميزينة الوصفة خمس ملاعق فارينة نصفة نصفة خمس ملاعق نصف كيس خميرة الحلوة و لا تستعمل نصف كيس لن تكثر كيس كامل لن تستعمل كيس ميزينة نخلط ملاعق نضيف كيس ثانية نضيف ملاعق 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 كيس ملاعق حلوة نضيف ثلاث ثلاث ملاعق فارينة ملاعق نضيف ثلاث 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 نضيف ملاعق ثلاث نضيف ثلاث نضغط مليح بيديا و نضغط و نضغط مليح بيديا و نضغط و نقلب و نضغط و نضغط بيش نحي كامل الزوائد نضغط و نضغط و نضغط و نضغط و ننضغط و نضغط 10 سناد و نقطع 20 ألف بلاستيك يعمل بلاستيك سيليكون 40 ألف هذا هو الشكل الحلوى 5 سنة أو 6 سنة دائما نصنع حربوش يكون نرقيق نضيف الميزينة أو الفارينة نضغط مليح نضغط مليح نضغط مليح ونخبط المل شخصانعة من الأول نحب أن نفهم العناء اخبارنا من quienes نفهم الإفتامة سوف نحن نتعرف لا نشير بالعرف والملابد تستطيع ان تجوز الفيديو اذهب للمراحل الاخرى على خطر بزاف يقولوا لي عاودي يفهمينا في تعليقات و لا تزربيش اذا تقلقتوها من الشرح المبسط فوتو الفيديو كما راكو تشوفو دائما عشر سنات بهجوني لحبة التوعيط وال و انتوما لكم الاختيار ندخلهم للكوشة حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة كي يشوفهم حمار والده واللون الوردي ملتحت الناحيهم اللون تحهم يبقى ابيض اهنا بعد ما طابقت الحلوة تاعي كما راكو تشوفو اللون تحها بقى ابيض الشباب والشكل تحها متبدلش بقى هو هو بالصح لو كان كملت لها يعني كثرت لها الخميرة راح في الشكل تتخسر لازم نصف كيس في هذ المقادير تاع خميرة اهنا الحلوة تاعنا لازم يجب ان تحرق بزاف عندي جوز الهند و عندي معجون اهه لتزيزين طبعا هنا راح نلسق زوج حباتة مع بعض واللي حبت تخليك كل حبة على جيه تبقى لكم اختياري بصح الحلوة هذي تتلسق كما صعب لي زوج حباتة كما راكو تشوفو ما نكثروش المعجون غير شوي ونغطسو الأطراف في المعجون بهذه الطريقة انشاء الله يارب تكون عجبتكم هاد الوصفة بزاف بريدنا هاد الحلوة وتوجد بالخف متشتشل يد ما تنساوش تديرو جامل الفيديو وخليوا لي التعليقات ومن فضلكم بارتجيو الفيديو في مواقع التواصل اجتماعي ندير الأطراف كامل في جوز الهند ولا كوكا ولا حتى تغطسوها في الشوكولة لكم الاختيار في ذلك نكمل كامل حبات التوعي هذه نتيجة على الحلوة كما راكو تفوه خرجت بزاف شابه وبزاف بنينه وخفيفه وحشيشه واتحه ويهبله كما قلت لكم الي حبيت تكبلها كامل بالميزينه انا ما يعجبنيش والي حبيت تخلط ما بين الميزينه والفارينه لا يمكنك الاختيار في ذلك ان شاء الله تكون اعجابتكم الوصفة تعاليوها تقصر في اليد وذب في الفم وبزاف خفيفه تفاعلوا مع الفيديو وإلى الملتقى إن شاء الله السلام عليكم